موسيقى باء حتى بلحاف مصرة الطائفة أو المذهب فلا نجدها في موقف صلاح الدين الشافعي حيث أن نور الدين الزنكي لم نقل أنه انتقله من المذهب الحنفي إلى المذهب الشافعي آخر حياته فلا أقل من القول أنه كان في نصرة المذهب الشافعي لا يقل عن نصرته للمذهب الحنفي حيث كان من أخلص العاملين له ليس فقط في البلدان التي يسيطر عليها بل حتى في خارجها فمثلا في مراكز الخلافة العباسية في بغداد التي يسودها المذهب الحنفي رسميا وجماهيريا إضافة لظهور الحنابلة فيها لاستقلالهم الفتن الطائفية والمذهبية السادة وبالرغم من وجود المدارس الدينية والتي يتواجد فيها علماء أساتذة من الشافعية وحلقات دروس لهم لكن مع هذا فإن زنكي لم يرضى بذلك بل سعى وبذل أقصى جهد وجهد لبناء مدرسة للشافعية هناك في بغداد وكما يروي ابن الأثير نفسه في الكامل الجزء التاسع في صفحة 387 حيث قال ثم دخلت سنة وخمسمائة سنة 568 وفيها أرسل نور الدين محمود بن زنكي رسولا إلى الخليفة وكان الرسول القاضي كما للدين أبا الفضل محمد بن عبد الله الشهر زوري قاضي بلاده جميعها مع الوقوف والديون وحمله رسالة مضمونها الخدمة للديوان وما هو عليه من جهاد الكفار وفتح بلادهم ويطلب تقليدا بما بيده من البلاد مصر والشام والجزيرة والموصل وبما في طاعته من وبما في طاعته كديار بكر وما يجاور ذلك كخلاط وبلاد قلج أرسلان ويُعطى من الإقطاع بسواد العراق ما كان لأبيه زنكي وهو صريفين ودرب هارون والتمسة أرضا على شاطئ والتمسة أيضا طلب أرضا على شاطئ دجلة يبنيها مدرسة للشافعية هذا هو مورد الشاهد والتمسة أرضا على شاطئ دجلة يبنيها مدرسة للشافعية ويوقف عليها صريفين ودرب هارون فأكرم كمال الدين إكراما لم يكرم به رسول قبله أكرمه الحاكم العباسي الخليفة العباسي المسؤول العباسي السلطان العباسي وأجيب إلى ما التمسه فمات نور الدين قبل الشروع في بناء المدرسة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة